السيدات وسيدة مساء الخير عندما نتحدث عن مشروع مصر الحضاري للسنوات القادمة وعندما ننظر إلى استراتيجية مصر للعقد القادم نجد أن التعليم يأتي في قلب كل شيء بل يأتي قبل كل شيء التعليم في بلدنا بهمومه ومشاكله المتراكمة مطروح منذ سنوات طويلة على أجندة كل حوار عام نتذاكر التعليم عند كل أزمة وعند كل تحدي يواجهنا في التقدم، في التنمية، في مواكبة علوم العصر أيضا في الانفجار السكاني، في توغل العشوائيات في انتشار أفكار التطرف والإرهاب نتذكر أهمية التعليم عندما نحتاج الوعي لمواجهة كل فكرة أو سلوك غريب على طبيعة المصريين نتذكره عند كل خطر يهدد الهوية أو يثير الفتنة ويمس تماسك الأمة اليوم نحن نفتح صفحة واحدة من الكتاب المثقل بمشاكل التعليم في مصر نفتحه مدركين الأهمية الكبرى التي تعلقها عليه الدولة لتنفيذ طموحها الكبير في استراتيجية 2030 دراسات ومقالات وأفكار عديدة طرحت بعضا منها ضيفتنا اليوم ضيفتنا كاتبة صحفية متخصصة في شؤون التعليم عايشت تطوراته سنوات طويلة وشاركت في طرح الحلول لمشكلاته من خلال كتاباتها في جريدة الأهرام أو بإسهاماتها كعضو بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم نحن نتحدث عن حجر الأساس في أي نهضة عن قضية المستقبل بل عن قضية كل يوم في حياتنا وفي حياة أبنائنا عن التعليم في مصر نتحدث اليوم أهلا بكم